عن طريق الدخول إلى هذه البوابة الرقمية أصبح بإمكان التجار أو المواطنين الذين يرغبون في استخراج ملفات تكوين السجل التجاري أو ملحقاته أن يدفعوا إلكترونيا باستخدام بطاقة ما بين البنوك CB للحصول عليها فورا دون عناء التنقل إلى مراكز السجل التجارية حيث يتراوح أكبر مبلغ يمكن دفعه إلكترونيا للحصول على الوثائق ب36 ألف دينار وأقل مبلغ بـ 800 دينار حسب نوعية الملفات المطلوب استخراجها حيث أطلق المركز الوطني للسجل التجاري هذه العملية رسميا اليوم في إطار عسرانة الخدمات وتسهيل المواطنين طلبات التحهم والتجار قام المركز الوطني للسجل التجاري في 2 أفريل بإطلاق خدمة على البوابة الرسمية للمركز الوطني للسجل التجاري تمكن المواطنين والتجار من استخراج شهادات على الخط يعني عبر الأنترنت وكذا الدفع عن طريق بطاقة ما بين البنوك CB هذه الخدمات تمكنهم من استخراج شهادات عدم تسجيل في سجل عدم القيد في سجل التجاري، شهادات القيد في سجل التجاري، شهادات الشطب، شهادات عدم إيداع الحسابات الاجتماعية، وكذا نسخة من شهادات إيداع الحسابات الاجتماعية موقع حسابات الدفع الإلكتروني قالت إدارة المركز الوطني للسجل التجاري أنه مؤمن بصفة شاملة أمام أي مشكلة قد تحدث وسيتم الدفع إلكترونيا بواسطة البطاقة الذهبية قريبا لتمكين أكبر عدد الممكن من التجار والمواطنين من الولوج إلى هذه الخدمة الجديدة أي واحد يمكن أن ينشئ حساب البوابة، طبعا الحساب مؤمن، عنده إتنزاتور ومتباس ديالو يسجل على البوابة ويقوم بطلب الوثيقة المهتم بها وإذا ما كتب النجاح لآليات الدفع الإلكتروني في مراكز السجل التجاري سيصبح بإمكان التجار والراغبين في إنشاء سجل تجاري أن يستخرجوه مباشرة من البوابة الرقمية ويلقي الكثير من الفاعلين في مجال الدفع الإلكتروني باللوم على وزارة البريدة بعد تأخرها في مشروع شهادة التوقيع الإلكترونية